هنأ رئيس عبدالفتاح السيسي الصومال على النجاحات التي تحققت في الصومال الشقيق كما أشهد رئيس السيسي بنجاح الصومال في شطبي الديون التي كانت تثقل كاهل البلاد واسمح لي أن أنا أهنيكم وسجل بكل تقدير النجاحات التي حققتها خلال الفترة التي تدير فيها البلاد ويمكن هنا مهم أن أنا أقول ده لينا كلنا عشان ده أمر فرحنا كتير أن الصومال بقيادة فخامة الرئيس نجحت فيه ثلاث مسائل أو ثلاث موضوعات في منتهى الأهمية الموضوع الأولاني كان هو طبعا مكافحة الإرهاب اللي الحقيقة كان ليه تأثير كبير جدا على حالة عدم استقرار لسنوات طويلة جدا يمكن امتدت أكتر من 20-30 سنة فأنا أهنيكم فخامة الرئيس على هذا النقطة الثانية طبعا نجاح برضو الصومال بقيادتكم الحكيمة في شب الديون اللي كانت بتثقل كاهل يعني الدولة الصومالية نتيجة ظروف الاقتصادية الصعبة واللي مرت على الصومال خلال الفترة اللي فات